مصمى بادياتريك كارديولوجي ويل. احنا اتفقنا في البداية ان البيدياتريك كارديولوجي ويل هتكون عبارة عن تلاتة موديولز والآآ بشقايها البيكيو والنيكيو وكمان الكاردياك اي سيو. هنتكلم عنها بعد من خلص التلاتة او الاتنين موديولز الاساسيين. احنا كنا اتكلمنا على الموديولز بتاعت الاميرجنسي وقفلناها تماما. ومعن بدأنا في الموديول بتاع الاي سيو. واتكلمنا على جزئية مهمة جدا في النيونيتا الاي سيو الا وهي النيونيتا السيانوسس. احنا النهاردة اللي هنتكلم عنه موضوع حاوي جدا. الناس كتير بتشوفه جدا. احنا هنتكلم عن موضوع البلموناري هايبرتينشن. البلموناري هايبرتينشن موضوع كبير. وبالتالي الموضوع ده مش هتكفيه حلقة واحدة. احنا هنديه على حلقتين. الحلقة الاولانية هتكون جزء لفهم البلموناري هايبرتينشن. والحلقة التانية هتكون بيزد على اللي احنا اتكلمنا فيه في الحالة الاولانية. وهتكون ازاينا هتعامل مع حالات البلموناري هايبرتينشن. قبل ما نتكلم على البلموناري هايبرتينشن لازم نبقى عارفين ان فيه حاجة اسمها فيتال سيركليشن. وان الفيتال سيركليشن دي بتتحول البوسط نيتال سيركليشن. اللي بيبقى من خلال مجموعة من التغيرات اللي بتخلي الطفل يقدر يعتمد على اللانجز في الاساس ويلغي اعتماده على البلاسينتا كوسطيلة للأكسجينيشن. السورة دي كنا اتكلمنا عنها قبل كده. وفي وقت ما كنا بنتكلم على النيونيتال سيركليشن. وكنا بنتكلم على الفيتال سيركليشن. ان هي كانت معتمدة على ان الدي اكسجينيت البلد بيروح للبلاسينتا. يحصل له اكسجينيشن. يرجع من الداكتاس فينوزس. اللي بتدخله جوه الرايت اتريام اللي من خلال الفورامين اوفال يروح على الليفت فيندريكل ويدخل منه على الاورطة. يسبلاي البرين وبعد كده يكمل مع الميكسنج بنى البلد اللي جايه من الداكتاس ارتريوزس اللي هي جايبة الدم من الرايت فيندريكل اللي جايبه من الرايت اتريام اللي جايبه من بقية الفينس سيستم. الميكسنج ده بيحصل جوه الاورطة عن طريق الدكتاس ارتريوزس وبيكمل اللفة من اوله جديد من البلاسينتا في حين ان الكلام ده وهو العيام الفيتس بنبقى موقفين الشغل بتاع اللانجس فالدم ما بيمشيش للبالموناري بيتز وبالتالي فالبالموناري بيتز بيبقى فيها بريشر عالي او بريفورل رزايستنس عالية جدا 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 عشان تمنع الدم انو يمشي من خلالها. بمجرد ما الطفل ياخد النفس يبدأ يحصل انهيار للبالموناري فسكولي رزيستنس علشان بنكون فتحنا الألفيولاي مرة واحدة. لما نفتح الألفيولاي مرة واحدة البالموناري مرة واحدة بتقل ولما البالموناري فسكولي رزيستنس تقل يحصل زيادة في الملمونري بلوت فلو. لما يحصل فيه زيادة. ايه اللي هيحصل? الدم او الفينس ريتورن اللي راجع من اللونج. هيرجع جامد على الليفت ايتريم. الليفت ايتريم هيتميلي دم. يضخ على الليفت في انتريكل ببرشهر عالي. فالدم يخش جول اورطة اكسشنيتد. فيروح لبقية الجسم. مش بس كده. الليفت ايتريم لما يخش فيه برشهر عالي. هيبقى اعلى من الليفت ايتريم. فالطرفين بتوع الفورمين اوفيل هيتقفله. وبالتالي الايتريم يتقفل على بعضه. وده يخلي الميكسنج اللي من خلال الايتريم يتقفل هو كمان. مش بس كده. البلمونري فاسكولار رزيسسنس لما تقل مرة واحدة. الدم اللي كان ماشي من من خلال الدكتس ارتريوزس اللي كان بيمشي من البلمونري يخش جوه الاورطة. هيتعكس. هيمشي من الاورطة للبلمونري. وكمان هيبقى فيه اكسجن عالي جدا. والاكسجن عالي جدا ده هيستيميلات البروستاجلاندن ان هو يختفي او انه يظهر ناسف وبالتالي يحصل جوه الدكت فتتقفل على بعضها. وده يخلي العيان ده يبقى عنده الدكتس ده تتقفل وتختفي. وده يخلي السيركليشن تبقى مشابهة بالطبيعي. حد هنا عنده مشكلة في الحتة بتاعت وتحولها الى تمام. ما فيش اي عطراض وانا كان الدنيا تمام. احنا قلنا ان علشان العيان يحصل معاه انه يتقلب من محتاجين ان العيان ياخد انفاس. لو ده ما حصلش ده غالبا بيسموها حسن الحتة بتاعت الترانزشن من الفيتر سيركليشن للنيونيتل سيركليشن فيها مشكلة؟ نقول تاني. العيان اول ما يتولد. يبدأ انه هو ياخد اول انفاس. لما ياخد الانفاس ايه اللي بيحصل؟ الالفلويت يستطيع مرة واحدة فتقلل لي البالمونري فسكولر رزيستنس. البالمونري فسكولر رزيستنس لما تقل الدم يندفع جوال لانجس فيزيد البالمونري بلاد فلو. بدام البالمونري بلاد فلو زاد دم اللي داخل جوال لانجس يكون زيادة. الدم اللي هيكون راجع من اللانجس هيكون زيادة. والدم اللي بيرجع من اللانج بيرجع على الليفت ايتريم. لما الليفت ايتريم يجي في دم كتير حيدخ دم كويس على الليفت فينتركل. ده هيرفع جوال ليفت ايتريم. لما الليفت ايتريم يعلى. حيخلي الضغط اللي جوال ليفت ايتريم يبقى اعلى من الضغط اللي موجود جوال رايت ايتريم. وبالتالي الدم اللي كان بيمشى من رايت ايتريم، ليفت ايتريم هيبطل. وكمان نفخة الليفتي إيتريان بالدم هتقفل طرفين الفورمين أوفال يتقفلوا على بعض والإيتريان السيبتم هيتقفل مش بس كده انخفاض البلمونري فسكولي الريزيستنس دي بتخلي الدم يجري من الأورطة للبلمونري عكس ما كان موجود وهو طفل جنين الدم هو جنين كان بيمشي من البلمونري للأورطة من خلال الدكتس أرتريوزوس العكس هو اللي بيحصل فيدخل دمه أكسجينيتد جوه الدكت وده يخلي البروستاج لاندن بتعلى فيخلي الدكت تكونتراكت على بعضها المسلز داتت تكونتراكت وبتالي تقفل طب هنا إيه اللي خلى النفس أصلاً يقلل البلمونري فسكولي الريزيستنس الفيولاي لما تبقى دستند بتدوس هي على الكابيلري بيد لما بتدوس على الكابيلري بيد بتحسنني الحركة بتاعت البلاط فيسلز وبتخلي البلاط فيسلز تتفتح أكتر وبالتالي ده بيقللي البلمونري فسكولي الريزيستنس حاجة كمان مع الانفليشن الكويس قوي بتاع الالفيولاي بيحصل شيرينج سترس على البلاط فيسلز أو الفسكولي الريزيستنس الموجودة في البطانات بتاعت الالفيولاي وبالتالي ده بما يسمح بالجازكس تشينج فتلاقي البلمونري فسكولي الريزيستنس بتقل الكلام ده لو تأثر يحصل بقى إيه النيونيت الهايبوكسي لو أي حاجة من دي ما تمتش يحصل لي النيونيت الهايبوكسي طب هي النيونيت الهايبوكسي دي يما بيكون العين ده عنده بلمونري هيبرتنشن يما يكون عنده سينوتك هارت ديزيز يما يكون العين ده عنده ومش عامله بلمونري هيبرتنشن طب انا هعرف منين أهم حاكتين عندي هو الهايبوكسي ديست والشيست اكس ري الهايبوكسي ديست هنلاقينا هو طبعا يفرقلي دهمن دهمن ده للعيان اللي عنده يخلي يتحسن كويس قوي بينما في السينوتيك هارت ديزيز مش هيتحسن العيان بقى اللي عنده بالنون هايبر تنشن هتحسن بس تحسن طفيف والإكس راي هتلاقي فيه في مشكلة العيان اللي عنده على حسب زي ما قلنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت يقام أوليجيميك لانج يقام هايبريميك لانج أما العيان اللي عنده بالنون هايبر تنشن هو هيكون أوليجيميك بس الكاردياك الشادو بتاعه هيكون غالبا صغير أو نورمال طبعا بقى الإيكو هي الفيرزار مورستيب اللي هتحدد لي هو ماشي في آنهي اتجاه نتكلم بقى على أسباب البالمنون هايبر تنشن أسباب يكون وممكن يكون برايمل طبعا السكندري العيان عنده مشكلة في اللونج من البداية أشهرها طبعا الأردي إس أو الميكونيوم أو إن العيان يكون عنده الترانزيشن من الفيتل سيركليشن للنيونيتل سيركليشن ما حصلش وده بسبب إن العيان البالمنون البلاد فيسلز بتاعته مش كويس وده بنلاقيه في حاجات كتير قوي أشهرها التريوزوميز التريوزوميز بيبقى عندهم مشكلة في الترانزيشن ده وطبعا لو العيان بقى عنده مشكلة في اللونج نفسها إن البلاد فيسلز بتاعته اللونج مش كويس أما بقى البرايمل وده نسبة رائلة جدا العيان ما عندهش أي حاجة بس هو البلاد فيسلز بتاعته فيها مشكلة ديقة قفلة على بعضها الول بتاعتها تخين فما بتتحسنش وبتفضل الريزيسنس بتاعتها عالية وده طبعا الأوتكم بتاعه سيء جدا 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 مقارنة بالناس اللي هي الساكندري دول فيه ريسك فاكتورس طبعا وريسك فاكتورس بتاعت البلاد منها هايبرتينشن أنت لازم تبقى عارف منها شوية حاجات بس هنهتم بمجموعة من الحاجات أهمها موضوع البرثل ريتد فاكتورس البرثل ريتد فاكتورس ده يهمني جدا 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 زي ما قلنا الحتة بتاعت البرينيتا الأسفكسية دي دي أشهر أسباب البلاد منها هايبرتينشن والحاجة التانية ودي الكارسة بقى اللي موجودة عندنا في مصر السيزيرين سيكشن الاستعجال على السيزيرين سيكشن بيزود لي احتماليات البلاد منها هايبرتينشن بعنف لا يتخياله أحد الطفل لو كان هو يقدر يكمل حد ربعين أسبوع وتوعد عن سبعة ودهتين أسبوع بيتزايد احتمالية حجزه في الحضانة والناس يقول عليه تي تي اين وهو ما يبقاش تي تي اين بنسبة عشر مرات عن لو كانت ولد وهو في معادة طبعا في حاجات تانية بقى زي الميكونيام أسبريشن سندروم مش بس كده الميتابوليك كونديشن زي الهايبوثيرميا والهايبوكالسيميا والإنفكشن دي بتزود لي احتماليات البالموناري هايبرتينشن طب تعالى بقى نشوف البالموناري هايبرتينشن بتاعة البالموناري هايبرتينشن الحتة دي يعني حتة نظرية شوية بس عشان نبقى عارفين ان احنا عندنا فيه حاجة اسمها بالموناري هايبرتينشن وهو ده اللي بيهمنا فيه حتة ال اللي هي بتكون معاها مشاكل في وفي حاجات بسبب الليفت هارت ديزيز اللي هم العيانين اللي بيبقى عندهم زي مثلا العيان اللي عنده اي مشكلة في الناحية بتاعة الليفت ايتريم بقى من اول وانت راجع الليفت ايتريم البالموناري فينز والحاد اللونج نفسها وفي البالموناري هايبرتينشن اللي هو بيحصل مع زي واي واخيرا بيبقى فيه حاجات بقى مشكلة في زي البالموناري مع ثرومب امبوليزم او العيان اللي عنده مشكلة بسبب تأسيمها ما بتفرقش معنا كتير بس احنا اللي يهمنا ان انت تحاول على قد ما تقدر توصل للأسباب لان هي هتقول ان هي ولا اتكلم بقى على الجزء اللي يهمنا وهو بيحصل ليه وازاي البالموناري هايبرتينشن هنرجع تاني للحتة بتاعة الفيتل سيركليشن والفيتل سيركليشن زي ما قلنا ان هي علشان تتحول من الفيتل سيركليشن ان النتال سيركليشن محتاجة حاجتين ان النتال سيركليشن او نومونيا او اي حاجة من المشاكل اللي ممكن بتعمل لي مشكلة في او تخلي مش ماشية مظبوط ده بيزود لي وكمان الحاجات دي بتعمل والهايبوكسيا دي بتعمل لي زيادة في ده يعمل اللي بالتبعية بيصحبه والاسيدوزس ستعمل لي ايه هتلأثر لي على بالنحية وكمان حتزود لي لان هي رد فعل الجسم بيحاول ان هو يرجع للحاجة اللي كان بتعود عليها قبل كده ايه كمان قالك ان ده بالتبعية حينطج عنه ان فيه شونتنج بيحصل من الراية التوليفت اللي بدوره حيقلل لي كمان البالموناري بلاد فلو نفس الكلام بيحصل مع العيان اللي عنده اي انترايوتراين كوزس تعمل لي هايبوكسي طبعا هنا لو حابين بقى نتكلم بشكل اعنف هي الاحداث اللي ممكن تحصل لي بيرينيتل والاحداث اللي ممكن تحصل لي نيونيتل اللي ممكن بتعليلي البالموناري بلود بالموناري بسكلي ريزيستنس اللي بالتبعية حتزويد لي البالموناري بلود برشوا خلي بالنا ان خلاصة الكلام ان اي عيان عنده هايبوكسي عنده أسيدوز عنده مشكلة في اللانجز او مشكلة ہے هو معرد بالموناري هيبرتنج اي عيان عنده انتراي ию عنده كونجيونرا الانومالي في اللانجز هو وبالتالي لو تلاحظوا كده إن أغلب الحالات اللي تدخل عندنا في الحضانة باستثناء ترانزين تاكبنيا في نيوبورني هي مكتوبة بس هي نسبتها أقل طبعا كل دول بيعمل لك بالمونة هابرتنشن ولكن أنا نبص على النسبة أول حد طبعا هو الاردي اس ثاني حد هو حاجات اللانج هايبوبليزيا وأشهرهم طبعا العيان اللي عنده كونجينتا دافراجماتيك هيرنيا ثالث حد العيان اللي عنده كونجينتا نيمونيا ورافقته اللي هي المكونيام تصبعيشن سندرون وبعد كده حاجات بقى متعلقة بالبرفيوجن اللي هو العيان عنده انترايتراين أسفكسيا أو بيرينيتل أسفكسيا كل ده يعمل لي زيادة في البلمونة والزيادة في البلمونة والزيادة دي تعمل لي زيادة في البلمونة بلود بريشر طيب زيادة البلمونة بلود بريشر بقى ينتج عنها ايه ينتج عنها ان الدم هيكون ماشي بالعافية جوه والدم لما يمشي بالعافية جوه ينتج عنه ايه اللي جاي على هيكون قليل لما يجي على هيكون قليل هيجي له دم قليل وبالتالي هيزود لي اللي مش هيضخ دم كتير ده على الجسم كله يعمل هيبوكسيا أكتر ينتج عنها هيزوده بالمونة ونخش في دايرة مغلقة لو بصينا على وقرناه بالمنظر بتاع العيان اللي عنده بدايات البلمونة اللي بيحصل فيها في البداية وبعد كده لما الرايت فيندريكل يبقى زاد في الضغط وكمان زاد في الدم يبقى يبدأ كمان يضغط على الليفت فيندريكل اللي بدوره الدم ماشي فيه قليل فداي زود لي الكونديشن أكتر وأكتر المنظر السيء ده بنشوفه أكتر وأكتر في العيانين اللي هم عندهم برايمري بلمونة هايبرتينشن اللي هو زي ما قلنا من 10 إلى 20% ولكن العيانين اللي هم عندهم سكندري بنشوفهم هنا ويبدأ بقى ما نفست في الوقت ده عند الحتة دي حتة البريتيرم طبعا دي يعني صورة اللم اللي بيحصل في البريتيرم خليك فاكر ان العيان البريتيرم ده يبقى عنده مشكلتين عنده وكمان ممكن يبقى عنده على حسب هو عنده وعلى حسب السيستيميك بلاطفلو عمل ازاي والله لو البلمونة عالية قاوي ومنزلتش بعد الولادة والدم كان عالي قاوي في الريت فاكر من فالعيان ده هيكون مش عنده اما العيان اللي يكون عنده الدم فيه ماشي عالي والعيان قدر يتنفس كويس في الاول الدم هيمشي عالي جدا في الدكت وبالتالي هتبقى والدم هيكون عالي بسبب البلمونة بسبب ان البلمونة بلاطفلو العالي ده فيعليلي البلمونة بلاطفلو الحال الأولانية اللي هي بزيادة البلمونة دي بيسموها بسبب بسبب زيادة بالمونة والتانية بيسموها بسبب اللي حصل جوه اللانجس من خلال البلمونري ارتري. نقطة دي خليها في دماغكو هنحتاج ها كتير قوي 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 في الحلقة بتاعت بتاعت البلمونة هايبرتنشن ان شاء الله. نقطة بقية اللي تهمنا جدا ازاي ان احنا نشخص البلمونة هايبرتنشن. في حاجات كتير بنستخدمها. طبعا انت ممكن تستخدم الفرق ما بين البري داكتل والبست داكتل. ممكن كمان تستخدم ان العيان يكون عنده هايبوكسيا واضحة قوي للعيان. ممكن كمان تستخدم لو كان هو العيان ده هي عاملة لك المانونة هايبرتنشن ده. وانت لقيت ان العيان عنده والعيان الستاتريشن بتاعه مش حلو. من رغم ان هو العيان ده محطوط على اي ان كان هو كام بشكل كويس سواء نيزل او سيباب او بس العيان بتحسنش او الاي بي جي بتاعه توحشة. ساعتها تفكر ان العيان عنده بالمونة هايبرتنشن. اهم حاجة طبعا عندنا هي الايكو. ولكن الاكس راي ممكن تلاقي فيها شوية حاجات. بس شوية حاجات دي هم لموها في كلمة تاكبنيا. انك تلاقي هايبر انفليتد آآ لانج فيلز. ممكن تلاقي العيان لو كان هو مكونيا بتلاقي المنظر بتاع الفلافي كوتون أبيرنس. طبعا العيان اللي هو يكون عنده كونجينتال آآ ديزيز زي كونجينتال دافراجماتيك هيرنيا او العيان يكون عنده سيست دينومات اسمه الفورميشن وغير وغيره من الحاجات اللي احنا بنشوفها. طبعا التاكبنيا دي مش شرط انك تلاقي كلهم. ده هي ممكن او ممكن لأ. وزي ما اتفقنا بتاع الموضوع ده هو الايكو. احنا قلنا هنا كام واحد بيعمل ايكو في اللي معانا في الحضور? مرة فاتت كم فيه تلاتة بيعمل ايكو? هل في حد من اللي معانا بيعمل ايكو؟ دي واحد ثلاثة طيب اللي كان بيسأل هل انا محتاج البلمونة هيبرتنشن اه هترخصه بالايكو علشان اعالج؟ لا طبعا. العيان اللي هو جيلك عيان عنده ما بيتحسنش مهما بتديره في اكسجن سابورت هو عنده بلمونة هيبرتنشن. وانت كمان لازم تسبكت العيان اللي عنده هو عنده بلمونة هيبرتنشن. العيان البريترم هو عنده بلمونة هيبرتنشن. العيان اللي عنده فيه فرق ما بين فوق و تحت. وانت شايف ان هو الفرق بتاعه تسعيناتي ولكن العيان ده مش فيهو بلمونة هيبرتنشن. الحاجات دي انت لقيتها تعامل مع البلومون هابرتنشن كأنه موجود حتى لو الايكو لسه ما تعملش. ولو الايكو يطلع نورما لا بسحب كل الحاجات اللي انت حطتها وفيش اي مشكلة ان انت تبدأ العلاج بالمون هابرتنشن بدري والعيان ما يطلعش عند البلومون هابرتنشن بدل ما تستنى وتديه وهو متأخر لانساعتها بتكون بتاعت البراط فيصلز بازت وساعتها الاستجابة بتاعت الحاجات دي بتبقاش كويسة بالذات لو كان العيان ده عنده مش بلوثوريك لانج او اللي هو زيادة البلوموناري بلاد فلو طيب الايكو با في حاجات كتير معتمدة على ايه؟ معتمدة على ان الحقيقة اللي انت عارف بيها ان الناحية الشمال الدم فيها اقوى واكتر من الناحية اليمين سيستاميك فاسكولار رزيستنس اكتر واقوى من البلوموناري فاسكولار رزيستنس وبالتالي الريفت فنتريكل دايما حجمه حلو بيسموه جلوبيلر بينما الريفت فنتريكل حجمه عامل زي المسلس او زي الجبن النسط بالمنظر اللي موجود عندنا في الصورة الالفي شبه مدور والريف شبه مسلس العيان لما يكون بقى عنده البلوموناري فاسكولار رزيستنس اعلى من السيستاميك فاسكولار رزيستنس هيتعكس بقى الدم هنا حيبقى كتير قوي في الريفت فنتريكل وكمان هو الدم مش قادر يتفضى في البلوموناري ارتري فيمشي فين يمشي عكس الاتجاه يمشي في التراكاز بد لما يمشي في التراكاز بد يعملي التراكاز بد رجيرش ادي واحد الحاجة التانية ان العيان فيه دم كتير في الارفي فيزوق السيبتم فيعملي باونسينج للسيبتم يروح هناك فتلاقي العكس تلاقي الارفي هو اللي بقى مدور والالفي هو اللي بقى مسلس مساعدتها بيسموه بانانا شابد لان هو الالفي عضلة تخينة فبيبعمل زي الموزة مش بس كده في حاجتين بقى العيان لو عنده دقت فيه هنا دم كتير بضغط عالي هيمشي عكس الاتجاه هيمشي في الدقت ولما يمشي في الدقت هيمشي جوه الأورطة وساعتها هتلاقي ان العيان السيتريشن بتاعه قل مش بس كده العيان لو عنده الفورمان اوفيل بتاعته ما قفلتش الدم برضو هيمشي فيها عكس الاتجاه ماشي بنظرية البلد بريشر العالي يوكوب على المش عالي وبالتالي ده اللي احنا هنشوفه بقى هنشوف ان العيان هيكون عنده باونسنج او سيبتم بيسموه باونسنج توزا ليفت وان انت تلاقي ان عندها تركاز بترجيرج وتركاز بترجيرج مهم جدا 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 عشان بتقس بي وكمان هتلاقي ان الدقت وماشي فيها الدم بايداريكشنر او رايت تو ليفت تعال نشوف بقى كده الصور بتاعتنا هتكون عاملة ازاي لازم تبقى عارف ان احنا عندنا الايكو الهدف منه ان انت هتعمل اربع حاجات اساسيات انك تشوف ازا كان عندنا اي كونجينتال انوملي تشوف اتركاز بترجيرج فلسطي تشوف الشمت وتشوف الانترف انتريكولر سيبتم والانترف انتريكولر سيبتم لما تشوفه يقدر يديك استمت كده على البانون البرشر علاقته بالسيستاميك سيركوليشن قد ايه زي مما وجود قدامنا كده لو هو مدور البانون البرشر هنا ايقل من خمسين في المية من السيستاميك سيركوليشن لو فلاتي بقى قد خمسين في المية او اكتر لو نطي الناحية التانية يبقى معنا كده ان هو اعلى من السيستيميك بلود برش نقطة بقى للعيانين اللي هم بيبقوا محطوطين على جهاز التنفس الصناعي وانت العيان بتاعك مش بيعايز تحسن وهو تقلك انه بقى منه هيبرتنشن وانت بدأت له علاج طب انت عايز تعرف الدنيا ماشية مزبوط ولا لأ على حسب حاجة اسمها اكسجينيشن اندكس حد يعرف ايه هو اكسجينيشن اندكس ده شغالين بيعرف حد نط اكسجينيشن اندكس ده حاجة انا معرفتاش الصراحة يعني خلصت حضامات ومعرفتاش لو انا في الرعاية ومش في الاول الرعاية يعني بعد ما قدت كزا شهرت في الرعاية اكسجينيشن اندكس لو العيان مش على فينتليتر هو بيكون زي ما اه دكتور يوسف ايل كده لو العيان توسع على فينتليتر بنحسب بقى كمان معا ونضربه في مية علشان يشوف الدنيا اخبارها ايه طيب المين ارتريال ده بيتحسب ازاي هنقول دلوقتي المين اروي بريشن ناس هنقول بيتحسب ازاي ممكن تعمله كمان بالساتريشن بقى لو انت يعني مش قادر تعمل اي بي جي ارتريال ممكن تجيه بالساتريشن وبساعتها هنا ما ببقاش حزبة سهلة بنقول في المين اروي بريشن على الساتريشن في مية وبنضربه كمان في اتنين الحتة دي لو شلناها خالص بيسموها اكسجينيشن ساتريشن اندكس طيب المين اروي بريشن ده زمان كنا بنتطر نحسبه دلوقتي الحمد لله الفنتليترز الحديثة انت تفتحه يروح مطلع لك على طول المين اروي بريشن بس لو انت في اي مكان بتشتغل فيه ومفوش الفنتليتر الحديث لازم تبع عارف برضو حزبته طبعا هيكت حزبة مؤزية كنا بنطرح البيعي بي ناقس البيب وبعد كده نضربه في النسبة بتاعة الانسبايريشن على التوتل واللي يطلع بنجمعه على البيب الرقم اللي هيطلع هو من اروي بريشن ولكن زي ما قلنا الكلام ده بقى دلوقتي موجود في الفنتليترز الكويسة الحتة دي لما تحسب انت الاكسجينيشن اندكس هيديك مجموعة من الارقام اللي على اساسها تحدد لي السيفيريتي بتاعة البلمونري هايبرتنشن هنا دي الحتة اللي بنشوفها في بتاعة العيان اللي عندنا بنشوف هتلاقينا هو كبير مقارنطها بالليفت اتريم زي ما قلنا موضوع البنانة بتاعة الالفي الفانكشن بتاعة الارفي ممكن تلاقيها وحشة عن طريق حاجة اسمها تابسي التركاز بترجيرج اللي من خلاله بقدر رئيس عن طريق ممكن اعيس البلاد فلو او اللي موجود في البلمونريز اللي من خلاله ممكن اعيس ان انا اضربه في اتنين وزي ما اتفقنا الالفي لو لقيته صغير الارفي لقيته كبير الوولز وصغط الارفي لقيتها تخينا كل ده يخليني افكر فين العيان ده بلقيكو يكون عنده بس زي ما قلنا ان احنا دايما بنتعامل مع المنوني هابرتنشن بهاي ليفل اوف ساسبش انا احنا دي بقى دي القراءة اللي حابب بقى ايه يبقى عارفها اللي هما الناس اللي نفسها تشتغل ايكو بجد يعني يبقى عارف بقى هيعمل ايه ويدور على ايه في العيان اللي عنده بلمانة بلات بريشر بيشوف بلمانة بلات بريشر اخباره ايه بيشوف الدكت عاملة ازاي بيشوف الفورامين اوفال عاملة ازاي وبيشوف الright ventricular function وبيشوف ال LV function وبيشوف كمان الهيمو دايناميكس عن طريق ان احنا بنشوف ال fractional area بتاعة ال RV هنتكلم في جزئية في التريت ونكمل في الجزئية الجاية في الحلقة الجاية ان شاء الله البلمانة هابرتنشن عشان يتعالج اول حاجة ان انت ودي الاهم ان انت بتعمل supportive measures البلمانة بريشر العالي ده لو فاكرين هو كان بيحصل ليه علشان العيان عنده هايبوكسي والهايبوكسي هي الاساس في حدوث البلمانة هايبرتنشن في هايبوكسي يبقى فيه بلمانة هايبرتنشن مفيش هايبوكسي يبقى مفيش بلمانة هايبرتنشن يبقى من اخر كده العلاج بتاعنا هو ان العيان ياخد اكسجن باي شكل من الاشكال وزا ما قلنا الهايبوكسيا بتعمل لي لكتك اسيدوزس واللاكتك اسيدوزس بتعمل لي ديبريشان للليفت في انتركل وكمان بتزود لي البلمانة يبقى احنا عندنا حاجتين اساسيتين الاكسجنشن وان احنا نمنع حدوث الميتابوليك اسيدوزس لو بصينا على العيان زي ده عنده مكونيام اسباريشن وهو عنده اللانج ما فيهاش سيرفاكتنت فهي كولابسد على بعضه وبسعب انها كولابسد ما فيهاش بريفيوجن كويس وبالتالي الاكسجن تنشن هيكون قليل التيشوز تكون هايبوكسيا والهايبوكسيا دي مع الميتابوليك اسيدوزس هتخلي البلمانة بشهر يعلى وكمان اللانج اللي مش انفليتد دي هتعمل لي زيادة في البلمانة بسكول رزيستنس تعالى كده نفتح لها السكة بالأكسجن ونفتح السيرفاكتنت هتلاقي ان الدنيا حصل فيها ايه ان الدم بدأ يندفع من الالفيولاي والالفيولاي دي عملتلي الاكسجن وده حسنلي الاكسجن تنشن وفي نفس الوقت كمان خلى الاكسجن كويس والاكسجن كويس ده قللي البلمانة بلد بلد اللي بالتابعية هيقللي البلمانة بلد وزي ما انتم شايفين هنا اللون كان زرق هنا اللون بدأ يحمر في الاطراف عشان كده من ضمن الهلاجات بتاعتنا في البلمانة بالزاد في حالات هو كان السيرفاكتنت سيبلا من الارقام اللي مكتوبة احنا اللي يهمنا هو ان العيان لما بياخد السيرفاكتنت الاكسجن تنشن بيعلق والاكسجن اندكس طب يعلق جامد جدا 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 وبالتالي العيان ده لما ياخد اكسجن كويس وياخد سيرفاكتنت كويس هتلاقي ان الدنيا بتتحسن ودي كانت الميكانزم اللي ظهرت في استخدام الانهيل نايترق اوكسايد طب النايترق اوكسايد ده كان بيشتغل ازاي كان بيشتغل دايريكت على البلد بيسلز بتاعة البلمونري بد ينتج عنه انه هو يفتح الدنيا شوية للأسف هو مش موجود في مصر لانه هو بيعمل معاملة المتفجرات فعشان كلا ما بيدخلش مصر فمن هنا من الثلاث صور اللي فات دول عايزين نقول اكسجن مع فليود معقولة تمنع الميتابوليك ايسدوزيس مع السيرفاكتنت في العيان اللي هو محتمل يكون عنده سيرفاكتنت دفشانسي ده يحسن لي البلمونري فاسكولار زيسنس والتالي يقلل البلمونري هسأل هنا السؤال طبعا السيرفاكتنت رأينا نديه في البريتر امتى تاني ممكن اديه غير عيان البريتر ممكن اعمل بيووش في في الماس خد عنده رأي تاني خوائز جدا انا سعيد بردودكم الحلوة دي احنا بنستخدم السيرفاكتنت في البريتر علشان نفتح طب لو كانت الالفيولاي اصلا هي بايزة بسبب ان العيان عنده هو الام كان عنده ولا حاجة والعيان ده مولود عنده كلها و الالفيولاي لازق في بعض فمحتاج ان احنا نديله السيرفانت مش بس كده كمان ممكن تديه في العيان اللي عنده ميكونيوم مش بنديه بس للوش العيان اللي عنده ميكونيوم ده بيبقى عنده الفيولار كولابس اصلا بسبب ان هو الانترستيشيان بيتاكل مع الميكونيوم من ناحية وكمان ان الميكونيوم فبيخلي الالفيولاي تلزق على بعضها الحاجات دي كلها تنفع العيان طبعا اللي عنده سيفير نيمونيا يحصل ويستفيد جدا البلمانا مش هستفيد لان زي ما احنا شايفين كده ان هو بيزود البلمانا وبتالي ده هايزود البلمانا الهيمورج ده محتاج ان احنا نكون ترول الهيمورج عن طريق الالوكال و السيستимيك ميجورز احنا كده اتكلمنا على البلماناس اتكلمنا عن الفيتال سيركليشن كبداية واتكلمنا عن اسباب حدوث البلماناس من خلال ان الفيتال سيركليشن محصلش فيها tranzition للبلمانا او وكلمنا ان الموضوع يقام يكون يقام بالذات بالذات في عيني البريتيرم. وكلمنا على ان البطفوسيولوجي بتاعه بيحصل من خلال ان ما بيحصلش ترانزيشن الشهير من الفيتل اللي بدوره بيخلي البلماني البلد. آآ البلماني الفاسكولي رزيستنس تعلى. وينتج عنه ان العيان يتحول من لفتو تورايت الى رايتو ليفت. اللي بدوره بيخلي العيان ده في رزق ان هو يبقى عنده البلماني بمختلف درجات. وكلمنا ان احنا بنشخصه ازاي عن طريق ان احنا يكون عندنا للعيانين اللي هما عندهم مشاكل متوقعة ان هي تصاحب البلماني سواء العيان اللي هو يكون عنده مشاكل في اللونج او مشاكل في السيركليشن او مشاكل سنترل زي الهايبوكسكس كيميك. وقلنا بتاعته بتبقى ايه? وكلمنا على التشخيص بتاعه بيعمل ازاي? وباستخدام الايكو. وليه اللي بيعمل ايكو? قلنا ليه طرق لتشخيصه. وكمان اتكلمنا ان في حاجة اسمها بتحددلي السيفيريتي بتاعت البلماني الهايبرتينشن. وختمنا بان احنا اهم حاجة نبقى عارفينها في علاج البلماني الهايبرتينشن. قبل ما تستخدم البلماني الافازل ديليتورز هي ان انت تعمل من حيث الاكسيجينيشن وتحسين اللونج كوندشن. الجزائي دي سهلة والله صعبة. احنا هنوقف هنا. وهنكمل جزء العلماني الافازل ديليتورز فيه بقى ايه شغل باثولوجي وفارما وحاجات كده. وكمان انا عندي اه ميتينج تاني الساعة تسعة. فلازم اجهز له. وقبل ما ايه اه قبل ما نبدأ له. ايه الحالات اللي ما ننفعش ندي فيها سلدنافيل? الحالات اللي هي فيها بالمونري اوفرفلو. ودي الجزء ده اللي هنتكلم فيه الحلقة الجاية ان شاء الله. ان السلدنافيل ده يتاخد لما يكون عندي بالمونري فسكولار رزيستنس هي العالي. عشان هو بالمونفاصل ديليتور. لو العيان عنده بالمونة بسبب اوفرفلو. انا كده لما ديره سلدنافيل انا بزود لوطينا بلا. بزود الفلو. وبالتالي بزود البلمونري ارتيريال هايبرتشن. الاكسيجينيشن اندكس الحتة بتاعته. الاياس بتاعها. هو عليها معادلة. اوكسيجينشن اندكس اه بنقول ان العيان بنشوف الف اية تو بتاعه. وبنقسمه على بتاع الاكسيجين اللي هي ال ارتيريال اكسيجين اللي هي الاكسيجين تانشن يعني. واضربو في المين ايروي بريتش في المية. في مية يعني طب انا معنديش اه ارتيريال اكسيجين تانشن او اللي هو اعمل ايه? بعملها بس بضربها في اثنين. عشان اقدر احدد الاكسجين ساتيريشن اندكس. بنستفيد في الاكسجين اندكس ايه? ده بيحدد لي بتاع البلماني هيبرتنشن. في اللي احنا جبنا فيها دي الدرجات بتحدد البلماني هيبرتنشن عامل ازاي? ووجود عنده ارقام عالية. ده يقول لك ان الان عنده سبير بلماني هيبرتنشن وساعتها ده بيبقى اه دكتور سعد بنشوف تقريري الايكو ان فيه حكا اسمها الاند باستوليك بلات بريشير في الرايت فانتروك. الاند باستوليك بلات بريشير ده هو الاياس بتاع البلات فلو الراجع في البلماني ارتري. مفروض ان البلماني ارتري ببعى الضخ بيمشي الدم في البلماني لو العيان عنده او ضغط عالي حيرجع منه جزء يبقى عنده بلماني ده جيرجع يعني. لما احنا بنقيس بقى الضغط ده بنقيسه على الفلف ده بيسمه اندستوليك بلات بريشير. الاياسة بتاعته لو ضربته في اتنين ده يديني رفق استمتل الاندستوليك بلات بريشير. اللي هو هيبقى رقم البلماني رايبارتنشن؟ البلماني رايبارتنشن بيبقى مع استوليك. ده استوليك هو نص استوليك. اه مظبوط طميم. العيان اللي يكون عنده بلماني رايبارتنشن ومعايا بيدي ايشانت. لازم اشوف الاول السيستيميك بلات بريشير والبلماني رايبارت بريشير علاقاتهم ايه ببعض. لو السيستيميك بلات بريشير اعلى من البلماني رايبارت بريشير على طول وفيه فرق محترم اقفل طبعا الدكت. انما لو كنت الاتنين دختم قريب من بعض او ان الضغط بتاع السيستيميك اقل من البلماني ده ساعتها مفيش انديكيشن ان اقفل الدكت. ودي حنتكلم عنها المرة الجاية ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور محمد. ان شاء الله نكمل المرة الجاية. ان شاء الله نكمل بقى الحلقة من خلال البلماني ريفيز داريتر. ممكن ندخل بدري نراجع قبلها ونتناقش. ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة. شكرا جزيلا. العفو. العفو يا جميل. اشتركوا في القناة